مساء الخير عليك يا محسن مساء الخير يا كابت ألف مبروك وشك حلو لأن أنا عارف كنت متواجد هناك فيه طبعا في أبوظبي بتتابع فرقتنا عايزك تنقل إحساسك وانت موجود هناك في الأستاذ تنقل إحساسك للجماهير اللي ما كانش عندها فرصة أنها تروح إحساسك أثناء قبل المباراة قبل مباراة الهلال أثناء المباراة وما بعد المباراة يعني باسم الله الرحيم خلينا أقول لها تتالى البطولة بشكل عام طبعا الناس بسبب الظروف كنا كلها بيقول خلاص يا النادي الأهلي في البطولة دي بسبب طبعا الجايبات الكبيرة ما بين أصابات وما بين المتاجدين مع المنتخب يعني كان مجمل تقريبا وكمان أكملت بأصابة عمار حمدي هناك ومسيماني نفسه أصيب يعني العملية كانت سودة تماما عشان كده كان الناس قد متقبلة جماهير النادي الأهلي تحديد كان متقبلة أنها تخرج خفاية حينيا من البطولة يعني ما فيش أي مشاكل في كده الظروف حتمت عليك فالموضوع انتهى وحسن أنت فعلت طبعا إدارة النادي لأنه لم تكلمتش كتير في القصة دي لأن المنتخب في مهمة وطنية فما حدش يقدر يتكلم ودي حاجة بنرفع لهم القبعة لك ربنا كافئهم والنادي الأهلي يمكن هنقول مثلا خاد البرونزية دي سنة نفاته قبل كده في 2006 لكن المرة دي ليه أحلى من كل مرة يعني الأحداث دي خلتها أطعم وألز من أي مرة قبل كده عشان كده يمكن حتى أنا خدت له عنوان كده برونزية من رحم المعاناة لأن تقريبا الناس مثلا بالميرس مثلا اللي هو الهزيمة الوحيدة اللي تلقى النادي الأهلي موجود قبل البطولة ما تبدأ بخمس ست أيام ومع أسكرين ومجهزين ومع أسكرين الفرقة عاملة إعداد يعني مستعدة بغض النظر بقى أن الأهلي كان حلو في الشط التاني ما كانش حلو بشكل عام يعني من جد وجد فهو كان أكثر إعدادا لكن أنت ظروفك يعني حتمت عليك كده نبدأ بماتش منتيري يعني ماتش منتيري مش حد متوقع بصراحة أي حد من الأهلي يكسب لأن طبعا ظروف الأهلي اللي كلمنا عنها والكل عارفها كمان منتيري ليه مراتين قبل كاما عن نادر أهلي منهم الثالث ورابع ومنهم خمس وستس وفي المراتين كسب منتيري مراتين سفر ومرة خمسة واحد يعني منتيري كرة في أمريكا شامعة برضو وكمان المدير الفني بيعرف الكرة المصرية بشكل أكبر بميزة أجيري مفروض أنه هو لكن سبحان الله انقلب السحر على السحر والإيد لنهد الأهلي يعني يرفع سقف طموحات محبية على الأقل في المرشد عشان كده الناس هجمت في المرشد بالميرس وما بصتش للأحداث أصلا يعني خلاص ما انت ما كسبتش ليه يعني لما هو برضو يا جماعة ماشي ونهد الأهلي ويجدروا كل حاجة لكن بص الظروف الأول